بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المطلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد سرونها وألقى في الأرض رواتها أن سميد بكم وبث فيها من كل ذابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لبني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملكه أمه وهنا على وهل وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهذاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وطاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مربعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم تقال حبة من خردل فتكون في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قبير يا بني أقه الصلاة وأمر بالمغروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزل الأمور ولا تفعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مقتال فقور وقصب في مشيك وارضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجبنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحذنك كفره إلينا مرجعهم فنبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمزه من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسقر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موض كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو داز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزم الغيس ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير